انا ميسر غالب الناظر عمري 24 سنة درست بكلية الزراعة هندسة زراعية تخصص تغذية وتصنيع غذائي طبعا اتعمقت بالتصنيع الغذائي بشغلي حبيت اني ألجأ للتغذية بالسوشال ميديا وأيضا بحكي على التصنيع الغذائي لكن كل اهتماماتي على السوشال ميديا هي تغذية إنسان تغذية رضع وبساعد كثير الناس بهذا الموضوع خمس أصناف غذائية ممنوعة لأطفالكم من عمر اليوم لحتى عمر السنة وأحيانا بمدها لسنة ونص وسنتين أهم النصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم متى بقدر أطعامي طفلي؟ طيب شو الأشياء المسموحة؟ شو الأشياء الممنوعة؟ اليوم رح أخدكم معي بجولة لتعيشوا يومي وشو طبيعة الشغل اللي أنا بعمله بداية رح نبلش بقسم البارد البارد بنقدم فيه الأطباق مثل الصلاطات والأغذية اللي ما بتحتاج عمليات طهي أول إشي منبلش عنا بتعقيم الأسطح وعشان نتأكد من كفاءة هاي المادة اللي منقوم بتعقيم الأسطح فيها رح نفحص معكم بجهاز الأكيو فوين عدد البكتيريا الموجود على الأسطح رح نقوم بأخذ مسحات بهاي الطريقة ناخد تقريباً مقدار سانتي لأربع سانتي مندخله داخل الجهاز مثل هيك ومنستنع عبن ما يعطينا النتيجة بقوم بمراقبة استلام الغذائية داخل المطابخ طبعاً بدءاً من استلام المنتج الغذائي لحد ما يوصل طبق التقديم للزبون أنا بشيك عليه بمعايير خاصة مثل ما منهتم بنظافة مطابخنا أكيد منهتم بنظافة وتعقيم طاولات الزبائن طبعاً أهمية تعقيم طاولات الزبائن حتى نضمن في حال وقعت قصعة غذاء من الزبون واضطر أنه يشيلها ويتناولها نضمن هيك ضمان تام إنها سليمة وما في عليها أي مايكروبات إنها تأدي لتسمومات غذائية نصيحتي لأي شخص بشاهد هذا الفيديو إنه يركز معي كتير منيح لا تدخل أي مطعم ما عنده إجراءات سلامة غذائية طب كيف بدك تعرف؟ من خلال الفاتورة ممكن يكون حاطة شهاداته السلامة الغذائية ممكن حسب آيزو جي أم بي ممكن آيزو تسعة آلاف وواحد آيزو تنين وعشرين ألف هاي الشهادات بتثبت لك إنهم بطبقوا إدارة جودة وبطبقوا سلامة غذائية واحدة من أهم الأسس اللي منطبقها في سلامة الغذاء نستخدم موضوع الكولر كودينج في مجال الأغذية يعني كل مادة غذائية لدينا لون خاص فيها حتى نتلاشى موضوع كروس كونتومينيشن أو التلوث التبادلي مثلاً عندنا اللحون اللون الأحمر مخصص إلهام الخضار اللون الأخضر الدجاج لون الأصفر هدفي من نشر هاي المعلومات اللي عم بقدم لكم ياها لنواعي أكثر عدد من الناس حتى نشجع المطاعم الأخرى بعمل هاي الأسس الأساسية لنحمي شعبنا ونحمي الناس من السماوات الغذائية اللي ما عم بيشوفوها بالمستشفيات حالياً وكمان حتى نواعي ربات المنازل حتى يقوموا بهاي الإجراءات هي بسيطة لكن هي بتفرق معنا وهي أساس التسموات الغذائية عندنا دايماً ونيجي لأهم أداة عندنا بالمطبخ اللي هي السكينة اللي بتتصل إتصال مباشر مع الأغذية إلها جهاز خاص يسمى الاستريليزر اللي هو جهاز طاقيم بعقم السكينة بكفاءة سلامة الغذاء بتعني خلو المنتج الغذائي النهائي من أي ملوثات بكتيرية مايكروبيولوجية ممكن فيزيائية كيميائية من المواد التنظيف الفيزيائية تعتبر من الشعر الأضافر وهاي الأمور ومن أهم إجراءات السلامة الغذائية اللي منقوم فيها بشكل دوري هو التشييك على الثلاجات بحيث أنه درجة حرارة الأغذية ما تتعدل 8 درجات مقوية كمان في عندنا إجراء هو أنه نرتب الأغذية حسب خطورتها مثلاً عندنا الدجاج بنحطه آخر شي لأنه البكتيريا اللي فيه خطرة جداً ما بيصير تيجي على اللحوم مثلاً اللحوم بنحطه بالدرجة الأعلى الأسمات بنحطها بالدرجة الأعلى والأغذية الجهزة للأكل دائماً بتكون على الرف العلوي الأخير بحيث إذا صار في عندنا أي تسربات أو شي ما ينزل على الغذاء الحساس وهلأ رح ناخد عينة معكم لنتأكد من سلامة الغذاء طبعاً إحنا هون كل يوم بيومه منحضر الأغذية إذا أنتم شايفين كل يوم منحط التاريخ اللي حضرنا الأغذية فيه وهلأ رح ناخد نزان الحرارة ونعقمه قبل ما نقيس الدجاج القياس بيكون بشكل مائل مثل هيك وبندخله داخل الوسط لأنها بتكون بالحرارات الباردة هي أسخن نقطة وبالحرارات الساخنة بتكون هي أبرد نقطة ومن خلالها بنعرف إذا الغذاء الجهز تماماً أو لا بشعر باستعادة لما صوتي يوصل لما السلامة الغذائية تعمل بلد وتصير إشي أساسي مثل مخالفات السيارات وبعد ما انتهينا من تعقيم الأسطح وتأكدنا من فعالية وكفاءة المواد العقمنا فيها رح ننتقل على موضوع تعقيم الخضار طبعاً نستخدم بتعقيم الخضار تابلت يسمى كلوراين هو العبارة عن كلور مقداره 50 بارتبر مليون أو جدء من المليون هاي بتضمن لنا أنه الغذاء سليم 100 بالمليون أكتر لحظة حسيت فيها بالفخر لما شفت كتير ناس عم بتابعني على التيك توك تابعني على الفيسبوك كتير متابعين رجعوا لي مرة ثانية ليستفادوا من المعلومات اللي بقدمها وأكتر فخر إلي أن مطعم كبير مثل هيك تقدم لي وحكالي أنه لازم تشتغلي معنا لنقدم مواد غذائية ومنتجات خالية من أي تسمومات غذائية وبتعزز السلامة الغذائية شكراً كتير لكم لتعاونكم معي على تطبيقات إجراءات السلامة الغذائية داخل مطابخنا وأنا جداً فخورة فيكم شكراً لكم شكراً لكم